السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ هناخد موضوع خاص بمساوى النظام الرسمالي الحر. اول عيب من عيوب النظام الرسمالي هو عدم الكفاية وذلك نتيجة للاحتقار. وتلوس البيئة وارتفاع اسعار. آآ تاني عيب من عيوب آآ النظام الرسمالي ومساوى وهو عدم العدالة في توزيع الدخل. ويمكن قياس العدالة في توزيع الدخل عن طريق منحنة لورنز. آآ حيث ان المجتمع بيتكون من فئات وتشكل كل فئة او طبقة معينة نسبة معينة من السكان. وكل نسبة من السكان لابد انها تحصل على نسبة معينة من الدخل. ويتم مقارنة النسب السكانية بالنسب الدخلية. آآ فتساوى ازا تساوت هذه النسب فهذا يعني ان انا نحقق دخلا مثاليا وعدالة مطلقة في توزيع الدخل. ولتوضيح خط العدالة المطلقة في توزيع الدخل يتم رسم صندوق آآ على محوره الرأسي آآ نضع نسبة الدخل على قابل التصرف له. وعن محور الأفجي نضع نسبة السكان. آآ وجميع المحاول المتساوية آآ في القياس آآ بوضع كتر آآ في هذا المربع آآ هو الكتر فهذا الكتر يمثل خط العدالة المطلقة التي تساوي للدخل. آآ اما منحنة لورنز فهو يعبر عن النسبة الفعلية والمقاوية من السكان التي تحصل على نسبة الدخل. فهو يعبر عن التوزيع الفعلي للدخل في المجتمع. وكل نقطة على خط العدالة المطلقة تعني ان نسبة السكان تتساوي مع نسبة الدخل التي تحصل عليه. بمعنى ان 20% مثلا من السكان يحصلوا على 20% من الدخل. آآ ومنا المتوقع طبعا ان لا يتساوي نسبة السكان مع نسبة الدخل وهذا ما يسمى التوزيع الفعلي للدخل والذي يعبر التعبير عنه من خلال هذا الشكل. فنجد ان خط العدالة مطلقة هو الكترة الذي يقسم المربع الى نصفين. اه وهو يوضح التوزيع المسالي للدخل. اما منحنة لورنس فهو المنحنة اه كلما اقترب هذا المنحنة من خط الدخل كلما يعني اه القرب لتحقيق العدالة في توزيع الدخل اه في المجتمع. اه من عيوب ايضا النظام الرأسمالي ومساويه هو انها يوجد بعض المشاكل على مستوى الاقتصاد الكل. وعما زين مشاكل الدورات الاقتصادية وتم شرحها فيما سبق. تاني حاجة حرية الاختيار بتكون للاغنياء فقط دون الفقراء. نمرة ثلاثة ضعف معدل. ويوجد بعض الحالات للتدخل الحكومي في السوق واثرها. ومن هم هذه الحالات هي تحديد حد اقصى للسمن او الصقف الثياري. قد ترغى بالحكومة بتحديد حد اقصى للتمن الذي تباع به السلعة خاصة اذا كانت السلعة ضرورية والسية. وتباع بتمن مرتفع. وبذلك يحذر اه بيع هذه السلعة بثمن يزيد عن الحد الاقصى. وهذا ما يسمى التسعير الجبرية. هو الصقف السياري. ويمكن توضيح اه الصقف السياري عن طريق. الخلال هذا الشكل نجد ان تمن التوازن يتحدد عندما يتقاطع او يتساوى الطلب مع العرض في النقطة نون ويتحدد تمن التوازن سيه وكمية التوازن كاف. آآ بفرض ان الحكومة حبت ان هي تضع تسعير جبرية او صقف سياري للسيار وهو السيار سيه واحد. فنجد ان عند هذا السيار نجد ان الكمية المعروضة ستنخفض الى كاف اتنين. ولكن تزاد الكمية المطلوبة الى كاف واحد. ويحدث هنا عجز في السلعة. آآ وهذا العجز يترتب عنه العديد من الاثار. آآ تاني حاجة آآ عايزو نجد ايضا ان سعر التوازن في الشكل الذي امامكم هو آآ يتحدد بتقاطع الطلب والعرض في النقطة نون فيتحدد سعر التوازن سيه وكمية التوازن كاف. آآ ونجد ان الحكومة اذا قامت بوضع الحد ادنى للتمن وهذا الحد كان اعلى من سعر التوازن عند سهل واحد فهذا سيقدر انخفاض الطلب الى كاف اتنين وزيادة العرض الكاف واحد. وهذا يعني وجود فائد في العرض. وهذا الفائد يقدر هو كاف واحد كاف.